سأسرع خلينا أسألك عن أنت شايف أو المدينة إزاي مدينة العالمين إزاي لأنه أنا بتقالي المجموعة دي ومعظم الناس في المتحدة إحنا كنا منيجي المدينة على طول شغل بقى ومعظم وأكيد شغل قبل ما تتطور بالشكل ده ولسه مكملين الحمد لله شغل يعني إن شاء الله الحمد لله لخلص باون صيف شايف تطور اللي حصل هنا إزاي في المدينة؟ التطور كبير طبعا يعني ما حدش يقدر ينكر التطور اللي حصل في العالمين من بعد ما كانت منطقة أوحق لألغام زي ما بنقول يعني ومن كام سنة وفجأة كده تتحول لمدينة سياحية حطت مصر على خريطة السياحة العربية دلوقتي وإن شاء الله الخريطة السياحة العالمية لا طبعا العالمين اتغيرت تماما يعني لأن أنا أنا فاكر زمان العالمين دي لما كنت باجي الساحل في 2008 و2009 و2010 لأ طبعا العالمين كانت صحرة اللي يشوفها دلوقتي أكيد مش هيصدق يعني إن فجأة كده الدنيا تحولت لحاجة عالمية منطقة عالمية فالعالمين خلاص بقت حطت مصر في خريطة السياحة زي ما قلت عليك العالمية وإن شاء الله إن شاء الله يعني تبقى هي وجهة لمصر بإذن الله هل شغل الأودور بقى بيزيد مع الرواجة اللي بيحصل في مدينة العالمين قصدي حتى بره في السياحة بشكل عام طبعا طبعا يعني شغل الأودور يعني أنا عارفة إنه ما شاء الله شركة مسؤولة عن أودور كتير يعني طبعا هنا في العالمين ده كان تسك جديد علينا إن إحنا نشتغل أول سنة في العالمين هنا فزي ما قلت عليك في الأول برضو إحنا ابتديني نشتغل عشان إحنا يعني ابتديني نعمل السيرفي ونشوف على أرض الواقع إيه اللي موجود وإيه اللي نقدر نعمله وإيه اللي نقدر نشتغل عليه مع قدارة المهرجون طبعا دون البريف ودون كل التفاصيل عن كل حاجة والحمد لله بدرنا نشتغل عليه واخدنا إشادة كبيرة من إدارة المهرجون ومن إدارة المتحدة والمعلنين والكلاينتس بتوعنا يعني إن الحمد لله يعني خدنا إشادة على الشغل ده وده طبعا الحمد لله كان بمجهود تيم كله بالشركة يعني مش هقول تيم العمليات لأ ده كان مجهود الشركة كلها من كل الإدارات عندنا الحمد لله يعني طبعا ده تحت إدارة المستر منتاصل نبراوي رئيس مجلس الإدارات نهو كان بدينا كل السابورت وكل الدعم إن إحنا نشتغل ونعمل حاجة حلوة والحمد لله يعني أعتقد إن إحنا يعني عملنا حاجة كويسة الحمد لله لو تسمعوني نروح فاصل فاصل قصير وهنكون في التزاهر حضراتكم لسا نتكلم عن كواليس المهرجان صباح الخير صباح العالمين